غردي يا نسوى نحن نجحنا وإلى المجد بعزم قد وصلنا وزرعنا جودنا طول الليالي وآت اليوم الذي فيه حصدنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد المعلم الأول الذي قال إنما بعثت معلمة طلاب وطالبات الشهادة السودانية الأسر الكريمة إن شاء الله ألتقيكم اليوم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات واستجابة لطلباتكم اليوم إن شاء الله هاتكلم عن العلم بتاع التكامل حتى التكامل يا أخوانا مغرر بالنسبة للطلاب الجالسين للرياضيات الأساسية والمتخصصة بالذات الجزء من الحصة الأولى لكن بعد ذلك لما نمشي لنسى التجزئة والتعويض والتكامل المحدد ده سيكون خاص بالمساق العلمي فقط لكن أنبه وأكرر حصتنا دي مغررة للمساغين مع الأدب على علمي طيب التكامل التكامل عادة هو العملية العكسية للتفاضل أو التكامل هو عملية الرجوع لأصل الدالة أو التكامل هو عملية إيجاد الدالة متى ما علم مشتقته كيف؟ تعالوا نشرح الكلام ده على السبورة طيب لو أخذنا مثلا دالة ولتكن صاط بالساوي اثنين سينوصي أربعة زايد خمسة سين تقعيد زايد سبعة سين تربيع زايد أربحطاشر سين زايد تزعة وتلاتين لو فاضلت هذه الدالة وجبت ضالصات على دال سين أربعة في اثنين بتمانية سين وصي تلاتة تلاتة في خمسة بخمستاشر سين وصي اثنين سبعة في اثنين بأربحطاشر سين وصي واحد أربحطاشر سين وصي واحد بفاضلة بأربحطاشر سين وصي صفر او 14 واي ثابت اي رغم بفاضله بالصفر كلام معلوم يلا في التفاضل معنانا بعمل شو شنو انا بضرب الغوة في المعامل بطرح واحد من الغوة قلنا التكامل هو العملية العكسية طيب عكس نضرب نكسم عكس نطرح نضيف او نجمع ابقى اذا كان نضرب نطرح ده تفاضل فان نكسم نجمع ده تكامل تعالنا شوف الكلام ده ومدى صحته ده الرمز بتاع التكامل ابقى التكامل هو الرجوع لاصلة دالة تعالنا رجع الواحد الشلناه قبيل عشان نبقى اربعة ونكسم على هذه الاربعة تماني على اربعة بالساوي اثنين سينوس اربعة رجعنا كما كنا رجع الواحد تبقى ثلاثة اكسم على الثلاثة خمستاشر على ثلاثة تبقى خمسة سينوس ثلاثة ورجعنا كما كنا ضيف واحد تبقى اثنين اكسم على اثنين تبقى سبعة سينوس اثنين رجعنا كما كنا ضيف واحد للصفر عشان تبقى واحد اكسم على واحد تبقى اربعة اثنين سينوس واحد رجعنا كما كنا بس يلا في مشكلة كبيرة حتلاقينا هنا نحن بدل الصفر ما بنقدر نقول تزعة وتلاثين ليه يلا لانه تزعة وتلاثين لو كان تفاضل صفر السبعة تفاضل صفر الربع تفاضل صفر جزري سبعة اي رغم بفاضل بالصفر ابقى تكامل الصفر ما ممكن اقول تزعة وتلاثين ما اقدر اجزم طيب تعالنا قل كلامه نحكسه طالما العملية هي عكسية تفاضل اي رغم بساوي الصفر ابقى تكامل الصفر بساوي اي رغم بس يلا اي رغم دي الرياضيات لغة بتاعة رمص بدل اي رغم تعالنا قل زي الث حيث ث اي رغم او سابت ابقى في التكامل انا بضيف واحد للغوة باكسم على الغوة الجديدة يبقى تعال نكتب غوانين للتكامل تعالنا قل تكامل الف سين والسنون التكامل بالنسبة لي سين بينتج من اضيف واحد للغوة اكسم على الغوة الجديدة زي ثابت التكامل نون لا يساوي لين سالب واحد يلا عاين ايضا تعالنا قل تكامل الف بالنسبة لي سين يساوي الف سين زايد الثابت كيف اربعة سين تفاضل باربعة الاربعة تكامل باربعة سين يعني تكامل الرغم بيعني ضربه سين كامل اربعة بالنسبة لي سين اربعة سين زايد السابت كامل اتنين بالنسبة لي سين اتنين سين زايد السابت كامل واحد واحد دال سين بنكتب تكامل دال سين تكامل دال سين بساوي واحد سين بساوي سين زايد الثابت ثا ثابت التكامل ابقى يا اخواننا بصورة عامة في التكامل نحن بنضيف واحد للغوة بنكسم على الغوة الجديدة ننبه انه ما عندنا زي التفاضل تكامل ضرب دالتين وقسمة دالتين ودالة الدالة بالتالي التكامل بيحتاج مني لأساسياتي في الرياضيات بالذات التحليل فك المغادير الجبرية كل الدروسة الأنا درستها الأسس حتلقى كلها أنت محتاج في بعض المسائل أو معظم مسائل التكامل تجري تبسيط للمسألة ومن ثم تمشي تكامل كيف؟ تعال نشوف يلا رحلة طويلة من الأمثلة بتاعتنا السؤال بيقول لي أجري العمليات الآتية أجري العمليات الآتية لو لقيتك ألفبة مثلا ألفبة ثوابت أو أرغام يلا واحد دائر تكامل أربعة سين تجعيب زايد اتناشر سين تربيع زايد اتنين سين زايد تزعة التكامل بالنسبة لسين ضيف واحد للغوة أكسم على الغوة الجديدة يلا داي ساوي زايد واحد تلاتة تبقى أربعة تلاتة زايد واحد أربعة أكسم على هذه الأربعة تدك سين مرفوع الغوة أربعة ضيف واحد تلاتة أكسم على تلاتة تدك أربعة سين أس ثلاتة غوة سين واحد تعرف ضمنا ضيف الواحد تبقى اتنين على اتنين تبقى لك سين تربع وماذا عن التزعة تبقى التزعة سين زايد الثابت ثابت التكامل ضيف واحد للغوة أكسم على الغوة الجديدة داير تكامل ألف سين أس ثلاتة زايد أربعة سين أس سبأ زايد ألف الألف والب ثوابت أو أرغام خلص مزار مباشرة جدا ما علي الله التبع الآتي ضيف واحد تبقى أربعة على أربعة ألف على أربعة سين أس أربعة ضيف واحد تبقى با زايد واحد أكسم على با زايد واحد يبقى أربعة على با زايد واحد سين أس سبأ زايد واحد الألف رغم تتكامل بألف سين زايد الثابت ضيف واحد للغوة أكسم على الغوة الجديدة يلا تعال كل مرة حنمشي نتدرك تعال نقول تكامل يلا يا أخواننا نسيب الأمثلة المباشرة ونمشي يلا نشوف شنو أنا باقصد بالعمليات الجبرية تكامل سين في سين زايد واحد في سين زايد اثنين التكامل بالنسبة لسين طيب يا أخواننا ما عندي حاجة يسمى تكامل ضرب دلتين معنانا هنا طوالي محتاج أرجع لي سنة آمنة وأشوف الأغواص دي الله فيكها كيف طوالي في الحل بتاعي قبل ما أفكر إن أجرأ عملية تكامل أمشي أقول تكامل سين في سين بسين تربع تاني في سين تبقى سين تقعيب اثنين سين وسين ثلاثة سين تبقى ثلاثة سين تربع واحد في اثنين باثنين في سين تبقى اثنين سين التكامل بالنسبة لسين يلا كده أنا خلاص ضيف واحد للغوة أكسم على الغوة الجديدة زايد واحد أربعة على أربعة ربع سين أسي أربعة زايد واحد تلاتة على تلاتة سين أسي ثلاثة زايد واحد اثنين على اثنين سين تربع زايد سابت التكامل شوف هنا أنا احتجت أولا أفرتك الأغواص تعال نمشي لوضعي آخر ونقول دارين تكامل دارين تكامل جزري سين زايد واحد على جزري سين التكامل بالنسبة لسين وبالله يخليك حذر من الجزور دي أول حاجة أحولها لغوة كسرية كيف لغوة كسرية أقول بالساوي تكامل جزري سين سين أسي نص والمعامل واحد زايد سين أسي صالب نص والمعامل واحد تكامل بالنسبة لسين ضيف واحد للغوة أكسم على الغوة الجديدة زايد واحد بتلاتة على اتنين على تلاتة على اتنين تبقى اتنين على تلاتة سين أسي تلاتة على اتنين صالب نص ضيف لا واحد تبقى موجب نص على نص شقلب تبقى اتنين سين أسي نص زايد السابت يا حذرات من العمليات الجبرية الممكن تفقدك الدرجة بتاعة التكامل طيب خمس قليدارين تكامل سين ناقص أربعة على الجزر التربيعي لسين ناقص اتنين تكامل بالنسبة لسين ما عندي هنا قسم الدلتين لكن لاحظ معاي انه جزري سين في جزري سين تدك سين واثنين في اتنين بتدك اربعة يعني مربع جزري سين سين مربع اتنين اربعة معناه مسألتهنا كأنه ما فيه عملية بتاعة تفرق بين مربعين لأنه السين أصلها جزري سين تربع السين أصلها جزري سين تربع والاربع اتنين تربع غوسين مرة بالزايد ومرة بين ناقص يبقى حيكون عندي تكامل جزري سين زايد اتنين في غوس وجزري سين ناقص اتنين في آخر على جزر سين ناقص 2 التكامل بالنسبة لسين جزر سين ناقص 2 جزر سين ناقص 2 تكامل جزر سين اشتغلناها السي جزر سين اللي هي السين والس نص ضفلا واحد 3 على 2 على 3 على 2 تبقى 2 على 3 سين والس 3 على 2 وماذا عن تكامل 2 الاتنين بكاملة باتنين سين زايد ثابت التكامل زايد ثابت التكامل لسه الأفكار الكثيرة بلا انتهاء تعال نمشي لي فكرة رغم ستة وتعال نقول دايرين تكامل جزري سين غص سين وصي أربعة ماقس واحد على سين زايد واحد سين ماقس واحد التكامل بالنسبة لسين يلا هنا أنا مشكلتي ما تكامل مشكلتي الكلام دا كيف كله أقوم أهدئه وأبسطه لصورة أعرفة كاملة طيب في الحل تعال نقول تكامل سينس نص دايرين سين كلام دا كله مضروب سينس أربعة ماقس واحد فريق بين مربعين بتبقى سين تربيع زايد واحد في غص وسين تربيع ناقس واحد في آخر كلام دا كله مكسوم على سين زايد واحد في سين ناقس واحد فريق بين مربعين سين تربيع ناقس واحد بالنسبة لسين سين تربيع ناقس واحد مع سين تربيع ناقس واحد يلا تعال نضرب جوى الغص ويذكر معاي انه في حالة الضرب بجمع الغوة سينس نص في سينس اتنين تبقى سين مزايد اتنين اتنين ونص برفع الكسر خمسة على اتنين زايد سينس نص في واحد بسينس نص يبقى يا دابي مسألتك كده وضحتها في صورة اعرف اكاملة ضيف واحد للغوة اتنين ونص زايد واحد تلاتة ونص سبعة على اتنين على سبعة على اتنين تبقى اتنين على سبعة سين قس سبعة على اتنين نص ضيف ليه واحد تلاتة على اتنين على تلاتة على اتنين تبقى اتنين على تلاتة سين قس تلاتة على اتنين زايد سابت التكامل طيب تتواصل الافكار وراح نمشي لي فكرة سبعة والدور دي اريد تعال نختار الفكرة بتاعة المكعبين تعال نقول سين تجعيب زي 8 على سين زي 2 تكامل بالنسبة لسين سين تجعيب زي 27 على سين زي 3 سين تجعيب زي 1 على سين زي 1 سين تجعيب ناقص 4 على سين ناقص 4 فكرة بتاعة المكعبين كلك بتعرف انه التمانية دي رياضيا هي عبارة عن 2 تجعيب معنانا هنا عندي مجموع مكعبين في التحليل أقول بالساوي تكامل غوث صغير غوث كبير الأول زايد الثاني مربع الأول ماقس الأول في الثاني زايد مربع الثاني كلام ده يا أخواننا كله مكسوم على سين زايد اثنين التكامل بالنسبة لسين سين زايد اثنين مع سين زايد اثنين تكامل بعد دبقى يسير ضيف واحد تبقى ثلاثة على ثلاثة تدين تلت سين تقعيب ضيف واحد تبقى ثلاثة على ثلاثة تدين سين تربيع الأربعة تبقى أربعة سين زايد سابت التكامل طيب في تحليل مد يناه حقه تعال نشوف المغدار السلاسي بالصورتين الصورة العامة والخاصة مثلا قال سين السي أربعة ماجس ثلاثة سين تربيع زايد اثنين على سين زايد واحد في سين ناجس واحد تكامل بالنسبة لسين ناخد الصورة العامة الكروس لو قلنا اثنين سين تربيع زايد ثلاثة سين زايد واحد على سين زايد واحد التكامل بالنسبة لسين يلا هنا طوال يا ندار ضيع المغام الفكرة عندنا تكامل سين السي أربعة تتحلل لغوسين لكن بسين تربيع وسين تربيع وبذات الفكرة عددان حاصل جمعهما سالب ثلاثة وحاصل ضربهما موجب اثنين ديل حيكونه ناجس اثنين وناجس واحد ناجس اثنين وناجس واحد بناقس ثلاثة ناجس اثنين في ناجس واحد بموجب اثنين ماذا عن المغام؟ ماذا عن سين زايد واحد في سين ناجس واحد؟ بفريق بين مربعين بتديني سين تربيع ناجس واحد تكامل بالنسبة لسين شوف سين تربيع ناجس واحد مشت مع السين تربيع ناجس واحد بعد دا الإمكان انه اجري عملية تكامل زايد واحد ثلاثة على ثلاثة تبقى ثلاثة سين تقعيد اللي اثنين اكاملها باثنين سين اضيف الكونستنت او اضيف السابت بتاع التكامل طيب عندنا تكامل 2 سين تربيع زي 3 سين زي 1 على سين زي 1 تحليل 2 سين وسين هنا طبعا في النوع ده يا أخواننا من التحليل أنا باهتم بالحد المطلق أنا عايز عردين ضريب واحد لكن ما بنقول جميعهم ثلاثة لأن هنا معامل سين تربيع ما الوحدة هنا زياد من الواحد العردين الضريب واحد هم منه ما الواحد والواحد بس يالي 2 بالموجب لأنه 1 في 1 بواحد أو الاتنين بالسالب لأنه سالب 1 في سالب 1 بواحد الأوسط قال أنا يشارتي بالموجب يبقى العردين دي لهم زايد 1 وزايد 1 وطبعا ده طوالي قام أكد لي الكلام إنه أنا في المغام لقيت زات العامل سين زايد 1 عشان يضيع تكامل بقى عملية يسيرة ضيف 1 للغوة تبقى 2 على 2 بيسين تربيع الواحد عايز تكامله كامل بيسين زايد سابت التكامل زايد سابت التكامل طيب أنا عندي فكرة دايرك تقيف معاي فيها بالله نوع من أنواع التحليل درسناه في سنة ثامن وسميناه حين التحليل بالتجميع دايما التحليل لما نكون من حدين بنقول يا مربعين يا مكعبين ولما نكون التحليل من ثلاث حدود دا بنقول المغدار السلاسي لكن تعال لمسألة يكون فيها أربعة حدود كيف أربعة حدود اتخيل جقل ليك ياخد هارين تكامل سين تقعيب زايد سين تربيع زايد سين زايد واحد كلام دا كله مكسوم على سين زايد واحد التكامل بالنسبة لسين يبقى أنت هنا إشكالك إطلاقا ما هو تكامل إشكالك كله كيف تقدر تضيع المغام درسوني قبل كده يا ريت أنا أذكرك بالفكرة عشان ما تستغرب زمان كان بيقول لي حل الألف سين زايد ألف سات زايد بسين زايد بسات يا ريت ذاكرتك ترجع لسنة ثامن ما في حد مشترك في الأربعة حدود بنقوم نمسك الحد الأول والتاني بينهم في ألف مشترك جو الغوص سين زايد سات ونمسك الثالث والرابع بينهم بأ مشترك سين زايد سات ماذا نتج؟ نتج لي غوص كامل عبارة عن عامل مشترك اسمه سين زايد سات في الغوص الثاني بكتب معاملات الأغواص بكتب الألف لأنه سين زايد سات في ألف وبكتب طوالي بأ لأنه سين زايد سات في بأ يلا دا يفيدني في شن في مسألة دي أنا عندي أربعة حدود تعال ناخد كل حدين على حدة ناخد الأول والتاني ونطلع بيناتهم سين تربيع عامل مشترك جو الغوص حاخد سين زايد واحد لأنه سين تربيع في سين بسين تجعيد وسين تربيع في واحد بسين تربيع والبعدهم سين زايد واحد ما تقول ما في حاجة مشتركة ما في العامل دا؟ العامل اللي هو الواحد الصحيح كلام دا كله يا أخوانا مكسوم على سين زايد واحد التكامل بالنسبة لسين ابقى تكامل ظهر غوص كان المشترك اسمه سين زايد واحد ابقى السين زايد واحد عامل مشترك ماذا عن الغوص التاني؟ سين تربيع زايد واحد كلام دا كله مكسوم على سين زايد واحد التكامل بالنسبة لسين السين زايد واحد مع السين زايد واحد شوفي حتى يا دابي أنا جاية كامل يعني أنت ممكن تفقد الدرجة بس لأنك ما مزكر حاجة يسمى تحليل السين تربيع ضيف واحد للغوة تبقى ثلاثة على ثلاثة تبقى لك ثلاث سين تقعيد وماذا عن الواحد أكامله بسين كلام دا كله زايد شنو يا أخواننا زايد السابت قضينا النوع الوحيد المادي أنا أحقه في التكامل تغريبا المربع الكامل تعالنا اختار له نموذج كتير جدا ما قاعد يتكرر داخل الامتحان تعالنا أقول جزري سين زايد واحد على سين الكل تربيع التكامل بالنسبة لسين مربع الأول اثنين الأول في الثاني مربع التاني يبقى حقول تكامل جزري سين في جزري سين بسين سين غوة واحد معاملة واحد اثنين في الأول اللي هو سين نص نص في الثاني اللي هو سين نص سالب واحد في حالة الضرب بجمع الغوة بجمع النص مع سالب واحد تدين سالب نص زايد مربع التاني واحد على سين مربعة واحد على سين تربيع بس الواحد على سين تربيع يا ريت تكتبه سين أس سالب اثنين مسألتك بعد دبي الإمكان إنه تتكامل ضيف واحد للغوة تبقى اثنين على اثنين تبقى نص سين تربيع سالب نص ضيف ليه واحد ابقى نص أكسم على نص لما انتشقلب بطبقى أربعة سين أس نص ضيف واحد تبقى سالب واحد على سالب واحد تبقى سالب سين أس سالب واحد زايد سابت التكامل كده واضح جدا ما نحن حمنا على معظم الأفكار المختلفة للتحليل الدرسنا يا أخواننا قبل كده في المراحل السابقة بالذات في سنة تامنا باب ضرب وتحليل المغادير الجبرية وفي سنة أولى سانوي في الباب بتاع الحدوديات لقانا التحليل بالذات لقانا تحليل المغدار السلاسي في صورته العامة يلا دايرك تقوم بعد تحفظ لي الغوانين بتاع التكامل النسبة المسلسية ويا ريت في حفظك ليه بس انت ما تحفظ التكاملات خليك حافظة التفاضلات يلا عين الكلام اللي أنا حقوله في تكامل النسب المسلسية ما دارين نتكلم فيها كثير بس دار وضح لك الآتي عندنا تفاضل الجاء بيجتة التكامل عملية عكسية تفاضل الجاء بيجتة معنى طوالي تكامل الجتة بالنسبة ليسين يساوي جاء زايد السابق عكسته تفاضل الجاء جتة يبقى تكامل الجتة جاء تفاضل الجتة سالب جاء ده طوالي أخوانا معناها تكامل الجاء بساوي سالب جتا زايد السابت تفاضل الزا بغا تربيع معناها تكامل الغا تربيع بساوي لين الزا زايد السابت تفاضل الزطا بسالب غتا تربيع ابقى تكامل الغتا تربيع بساوي سالب زطا زايد السابت تفاضل الزا بغا زا ابقى تكامل الزا زا يساوي غا تكامل الزا في زا يساوي لين غا زايد السابت تفاضل الزتا بسالب غتا زطا ده معناه يا اخوانا ان تكامل الزتا في زطا بساوي لين سالب الزتا زايد السابت يعني انت ما تحفظ التكاملات خليك حافظ التفاضلات واجرى عملية طوالي عكسية بس تحذير بسيط قبل ما نجل اي مثال في التفاضل عادة لو عندك صارت بالساوي جيب خمسة سين عندنا نظرية بتقول تفاضل الزاوية في تفاضل النسبة الزاوية خمسة سين تفاضل خمسة تفاضل النسبة تفاضل الجا جتا نفس الزاوية يلا شوف اذا انت في التفاضل كنت بتضرب اكيد في التكامل حتجري اخواننا عملية بتاعة جسمة يعني لو عندك جتا الف سيم وجيب الف سيم الف سيم الف سيم يعني الزاوية كان عندها معامل طوالي هنا حتقول واحد على الف جيب الف سين سالب واحد على الف جتا الف سين واحد على الف ظل الف سين سالب واحد على الف ظل الف سين واحد على الف غا الف سين واحد على الف غتا الف سين يعني انت لو قل لك كامل لنا جتا تزع سين طوالي بالله ارجع براسك قول كده قولي يا اخي تفاضل الجا جتا معناها تكامل الجتا جا طوالي تقول تسع جيب تزع سين زايد السابق يعني اذا كنت في التفاضل بتضرب في المعامل بتاع الزاوية في التكامل بتكسيم يعني مثلا لو جقل لي اخي دارين تكامل واحد زايد اربع سيم زايد جيب سيم زايد جيب تمام سيم التكامل بالنسبة لسيم جقل لي دارين تكامل مثلا تلاتة سين تربيع زايد غا تربيع سيم زايد قاطح سيم في ظل الزاوية سيم التكامل بالنسبة لسيم دايرين مثلا تكامل أربعة سيم زايد جيب ثلاثة سيم زايد جتا خمسة سيم زايد غا تربيع مثلا سبعة سيم التكامل بالنسبة لسيم خلاص الواحد بتكامل لي بسيم ضيف واحد اتنين على اتنين من سيم تربع يلا تفاضل الجتا سالب جا تكامل الجا تفاضل الجا جتا تكامل الجتا بجا ما تنسى زايد السابق التكامل ما بيسمع ضيف واحد تلاتة اقسم على التلاتة سيم تقعيد تفاضل الزا غا تربيع تكامل الغا تربيع زا تفاضل الغا بغا زا تكامل الغا زا بغا زايد السابت ضيف واحد تبقى اثنين على اثنين باثنين سين تربع تفاضل الجتة سالب جا تكامل الجا سالب جتة تقول سالب تلت جتة تلات سين تكامل الجتة بجا زايد خمس جيب خمس سين تكامل الغا تربع بيضاء زايد سبع عندنا زل سبع سين زايد شنو يا اخوانا زايد السابت ابقى انت الحفظت في التفاضلات تجي طوالي تجري له عملية عكسية بالنسبة للتكاملات تفاضل الجا جتة تكامل الجتة جا يعني فقط يا ريت تخليك حافظ النسبة المسلسية في التفاضلات تفاضل النسبة المسلسية احكس التفاضلات تدك طوالي التكاملات يعني انت لما تجد كامل جقل ليك كامل الجتة طوالي قول تفاضل الجا جتة ابقى تكامل الجتة بيساولينا الجا ان شاء الله حنواصل بعد ده في التكامل حنمشي الحصة الجا يلا بالنسبة للطلاب العلميين في جسئية مهمة جدا تتعلق بتكامل ألف سين زايد بأ الكل السنون التكامل بالطعويط التكامل بالتجزئة والتكامل المحدد ومن ثم تطبيقات التفاضل والتكامل ان شاء الله ربنا يوفرنا ونسير معاكم ان شاء الله إلى انتحانات الشهادة مغفغين يا رب العالمين إلى الملتغى في الحصة الغادمة بإذن الله تعالى مغفغين يا رب العالمين إلى الملتغى في الحصة الغادمة بإذن الله تعالى اشتركوا في القناة